مرحب وميد أهلا وسهلا فيكم حبايبنا ومتابعيننا الغوالي مني كمان أنا أبو عبد الحلبي أهلا وسهلا بالجميع زارتنا البركة بوجودكم معنا اليوم نغير شكل عن طبخ النفخ ونقدم لكم وصفة تحضير لكليجة هينوع من أنواع المعجنات الحلوة المشهورين بتحضيرها أهلنا بالجزيرة نعني بدار الزور وهديك المناطق عنا بحلاب كنا نجيبها من فرن بسليمانية بيعملها كتير طيبة إذا بتتذكروا وانتي صرت يتعملية قطيع وقطيع ايه الله يجبر بخاطرك إلهي اليوم ده عامل كمية قليلة نعني شي عبي صينية أو صادي وسعب الفرن ما بدا يبحث المطبخ وقضي نصف نهار بشغل اللي كليجة مشان أبو عبدو يعبي سكب سكب لعزوته وأهليته ويقضي تبروز على حساني اما بيد خلينا رايين ولي مبدا كالتال لأنه صار شي يكلف طيب أمرك نكون مهيرين خلطة البهارات اللازمة اللي بتعطيها للكليجة هالطعم الخيالية اللي ما بيش بهشي نعني بش عن البهاراتات اللي نشوف عد لا قال لك حب هالمطحون معلقة صغيرة نعني معلقة شاي زنجبيل مطحون نصف معلقة صغيرة بشرة نصف جوز الطيب محلب مطحون معلقة صغيرة شمرة مطحونة معلقة طعام ينسون مطحون كمان معلقة طعام قرفة مطحونة كمان معلقة طعام يعني المعالي الأكل اللي بناكل فيه ايه أكيد من تبعات السكبة وآخيرا معلقة صغيرة رنفل مطحون بنخلط كل هالبهارات مع بعضه وبتصير هاير عنا هالخلطة السحرية اللي بتعطي للكليجة تعمتها الطيبة ونكتها المميزة ايش مميزة؟ قولي نكتها القطلان نكتها الغرام نكتها المنظومة أمرك هلا بقى بلزمنا لتحضير كمانة كليجة تعبي صينية متل ما قط لكم ثلاث كاسات كبار طحين أبيض زيرو كاسة سمنة سايحة بس ما تكون سخنة نباتي حيواني اللي بتكون يا ما بتفرق المهم بتستعملوا نفس الكاسة لكل المواد يا جماعة ما بتهمكن الأوزام بهمكن المقادير كل ثلاث مقادير الطحين بدهم مقدار سمنة سايحة بقى هلين كاسات هلين زبادي ما بتفرق هلا لكل كاسة الطحين بنحط معلقة كبيرة من خلطة التوابل نعني معلقة أكل وبلزمنا كمان معلقة طعام حبة بركة ومعلقة طعام سمسم تريدو تحطو نيب تريدو تحطو محماص ما بتفرق تريدو تحطو نص بنص كمان معلاشي ايش بتوفر عندكن حطو كمان بلزمنا معلقة صغيرة بيكينج باودر نعني الخميرة اللي محطة على جاتو اما الظرف الأزرع عنا بحلب واخيرا رشة ملح رشة صغيرة ما تكترو هلا منحتاج لهي الكمية من الطحين تلت كاسة سكر وربع كاسة مي مندوب السكر بالمي ليصير قطر ومندشر على جنب يبرد مش الغاية انه نعمله القطر وما نحط العجينة السكر لحال والمي لحال بقلب عجينة الكليجة يا أبو عبدو لازم السكر يكون مطحون بودرة وغالبا الطحونات البيتوتية ما بتطحن السكر بالنعومة المطلوبة بقى حتى ما نعب اشكالات ونلتاش تطحن السكر وعلى انطحن وما انطحن مندوب بالمي ومنساوي قطر ومنضيفه للمكونات هاي الطريقة هي اللي بعملوها بتحضير الكليجة هيك تعلمت وفعلا نعني طريقة مضبوطة لحال شغلة طحن السكر اوكي هدول هنه مستلزماتنا لتحضير الكليجة هلا بقى بنبلش بالتحضير تفضلوا معي هلا بنخلط بالاول مكونات الناشفة ضروري ننخلط الطحين دايم الدوم حتى يتفرفد عن بعضه يشم هوا ومنضيف خلطة بهارات الكليجة متل ما قلتلكون بنحط لكل كاس الطحين معلقة كبيرة من البهارات ثلاث كاسات الطحين بدن ثلاث معالي مطفحة بهارات بنحط السمسم وهي حبيت البركة والبيكينج باودر ورشة الملح الصغيرة نخلط المكونات كلها مع بعض خلط كويس ومنضيف عليهم هلا بقى السمنة السايحة ومتل ما قلتلكم ما تكون سخنة يعني بحرارة المطبخ سمنتي نباتية بس طعمتها طيبة وريحتها طيبة يعني مقبولة وسعرها معقول كمانة السمن الحيواني صارها أسعاره باللوج ليش ضل شي اسمو سمن حيواني أبو عبدو كله معالج ومخلوط الله يرحمنا بس على قدمع بصير غش الله يرحمنا ويصلح على العباد هلا بقى منخلط الطحين بالسمنة حاج بقى شغل بالمعه الآن شيله على جناب بكمل بس العجينة بقى صبيعي هلا ما بدعك وبدهاك وبنزل بالعجينة يا هالك يا مالك بقى القلطة بالطافة وبها داوي وظل عم بقلب بها الطحين والسمنة لحتى ينخلطوا مع بعضهم منيح منبلش هلا بقى منضيف القطر ما نحط كل الكمية مرة واحدة لا منضيف اترات اترات ومنعجون على الخفيف نعني لم مردم بلا يمين منظر ايدي بالكفوف اعاق رسمي هاهاهاهاها هلا بس منحسيتوا العجينة بلشت تتماسك وتتشكل بايدكم متل ما يكن شايفين لا تضيفوا باقي القطر بيكون اغدد كفايته اذا كتبت السوائل احتمال تمكان بدنا تطلع الى هارته تبقى قطيب هلا خلصنا من تجهيز العجينة شوفوا شلونة بقى لونة من كتر البهارات هيك اقصوا العجينة الكديجة تبقى غام او مخنقة منغطيها بنيلون او كيس ومندشرة شغلة ساعة بموضع بارد لترتاح ونقدر نشكلها على راحتنا وهي هلا ارتاحت العجينة وكمان انا وابو عبدو اخذنا راحة وشربنا فنجان قهوة وصفي قلبنا على بعض قترة لان وقت التصوير الله لايرويكم اش بصير علينا انا ما بعنش لون ده اخلص والمخرج بضل بتنازز علي ليطققني على زبط وما زبط يا معبيد نحنا عناعمل شي رح يضل سنين طويلة الناس تتفرج علي وتتعلم منا بق لازم يكون بالنا طويل لحتى يطلع شغلنا بشكل لائق ونقدم شغلي عجب المتابعين وقتنعو فيو حقك حقك والله حمد الله وصلنا لبعض هلا بابدأ اشكل العجينة على هالقالب لقيتو عندي وكتير خرج الكليجة طريقة استعماله كتير هينة متل ما يكن شايفين ناخد شوفهم العجينة بتناسب حجم القالب ومنحطها بقلبو ومنكبوس لحتى تاخد شكل القالب نعطيه كبسة صغيرة من فوق بنزل قرص الكليجة شي من احلى ما يكون ولي ما عندك قالب اشي يعمل منعود بنحط العجينة بين طبقتين النايلو ومنمدة بالشوبك بسماكة حوالي سنتي شي من مدة معنا منشيل طبقة النايلو الفقانية ومن قطعب السكينة لمربعات او مستطيلات او دوائر بالحجم اللي بدناهو ومن بخوشهم بالشوكيش يصلهم منظر ومنصفهم بصاج او صينيات الخبز ايه هيك اننا نشتريهم الفرن؟ صح بس انا عملتن عالقالب لقيتن اشيه للتصوير والتقديم ولي خيتو انتي مشينة بكل شي بحكيك وطبخيك وكفوفك ما ضل اشيه من هي لا تذكر لي صيرت الكفوف طاول طاولها طفلي هالفقرة ما بدى ارجع عاصب خلص انتي بحكيك وطبخك مشينة يكبر شانك الهي هلأ منضل عم نشكل بها العجينة لحتى تختم الصينية بقراس الكليجة وهيك بكونوا كليجاتنا صاروا هيرات للخبز هلأ هننا اصولا يندهنوا ببيض مخفوق اللو قتلت فانيل مشان يعطوا لمعلي البج انا ما دهنتن شي خفت بها الشو بتصلن ريحة زنخة بقى انتوا ساولي بتكون ياه اللي بناسبكم هلأ نشعل بقى الفرن من فوق من تحت شغلة خمس دقايق وشي منحمي الفرن منحط صينية الكليجة مرفوعة على ارضية الفرن اترا بلا تكون مباشرة على الارضية ومندشر الفرن مشعول من فوق شغلة عشر دقايق بعدها منطفي من فوق منكمل خبيز من تحت نعني الخبيز كله على بعضهم بياخد اكتر من تلت ساعة احيانا الحرارة بتفرق من فرن لفرن بقى خلوا عينكن على الكليجة واطفوا عليهم شي من لاقتوا ونستووا احيانا الحرارة احيانا الحرارة احيانا احيانا الحرارة تذبوا راس الكليجة لعيونك أبا عبيد لعيونك ترجمة نانسي قنقر